ازاي ايكم يا شباب. عمليون ايه يا رب يكونوا كلكم بخير. ويكون يوم سعيد عليكم. وازبوع جديد في لعبة بب جي موبايل. اا النهار ده هنتكلم عن مهمات الاسبوع. التاني والثالث. طبعا ننزلت مهمات الاسبوع التاني. الاسبوع اللي فات. بس هنزلها لكم تاني مع شرح بمهمات الاسبوع التاني ومهمات الاسبوع التالت. ماشي يا شباب. يلا يا شباب اللي مش نشترك في قناة يشترك ويفعل زر الجرس علشان يشوف كل الجديد عندنا في القناة. ونشوف اللايك الجميلة بتاعتكم والكومنتات برضو الجميلة بتاعتكم. ماشي يا شباب? اه خلينا ندهل في موضوع الفيديو على طول. زي ما احنا اتكلمنا ان احنا هنتكلم عن مهمات الاسبوع التاني. ومهمات الاسبوع التالت. انتهى الاسبوع الاول خلاص كده في السيزون الجديد. ودلوقتي احنا دخلنا في الاسبوع التاني. وهنتكلم عن المهمات. اقتل عشرين. دي اول مهمة عندنا. نختار واحدة من التلاتة. اقتل عشرين باستخدام البرنادق الرشاشة في الوضع الكلاسيكي. البرنادق الرشاشة طبعا عارفين كلنا ان هي الاس ام جي. الفيكتور الاوزي التوميسون. اه يو ام بي. الحاجات دي كلها هي الاس ام جي تقتل بيها. عشرين واحد في الاصل يونس اللي في ميرامار. او ان انت تقتل عشرين باستخدام البنادق الرشاشة برضو هي هي في المطار. في ارانجل تمام يا شباب? او اقتل عشرين اعداء باستخدام بنادق الرشاشة في باراديز في سان هوك. يعني التلاتة باللاقس ام جي تختار منهم واحدة وتعملها. نيجي المهمة اللي بعد كده اه التقط من زار تمانية. اه تلات تلات مباريات في الوضع الكلاسيكي. يعني نلعب كلاسيك والطاقة اه سكوب ايد تلات مرات. المهمة اللي بعد كده اه الحق مجموع تمنمية من الدرر في مباراة واحدة في الوضع الكلاسيكي. يعني هتلعب مباراة تعمل تمنمية درر فيها. درر تمنمية درر مسلا انت هتقتل تمانية او كده فبتختار سيرفر اه مش قوي قوي. سيرفر انت تقييمك في ضعيف مسلا وتلعب فيه وتقتل على قد ما تقدر. تمام? اه اكمل اربعتاشر مباريات مع الاصدقاء في اي وضع دي ممكن تخلصها بمنتهى سهولة في الساحة لانها اسرع حاجة بتخلص او في وضع الاركيد لو انت مش طايق قوي الاربعتاشر مباراة دول عايز تخلصهم بسرعة عفوا اه لو انت عايزت خلص الاربعتاشر مباراة دول بسرعة ممكن تنزل في وضع الاركيد وتموت في الزوم بقى تفجر نفسك عادي يعني كده كده وضع الاركيد مش بتحسب لنا في حاجة قوي فدل الاربعتاشر مباراة اما في الساحة او في وضع الاركيد احتل مركز من افضل عشرة في اللي هي الخريطة الجديدة اتناشر من المرات في الوضع الكلاسيكي. يا شباب المهمة دي لعبوها مع ناس شحنة ويكونوا متضافين عندكم. الجيم الواحد هيتحسب لك باربع جيمات الجيم الواحد باربع جيمات يعني انت لو بتلعب مع تلاتة شحنين وانتو الاربعة وصلتو اه ده من افضل عشرة الجيم الواحد باربع مرات من اتناشر يعني في تلات جيمات بس تخلصها في الفيك ماشي اه المهمة اللي بعد كده احتل مركز ده افضل عشرين في سان هوك خمس مرات في الوضع الكلاسيكي دي هتلعب طبعا في سان هوك وتوصل لافضل عشرين دي بسيطة مش صعبة او ان انت تقتل عشرين باستخدام البنادق الهجومية اللي هي الار في الوضع الكلاسيكي كده كده انت هتلعب في الوضع مع اصحابك حاول تقتل العشرين دول اه بالبنادق الهجومية اللي هي الار اللي هي الام ام سبعمائة اتنين وستين. الحاجات دي كلها يا شباب. او اكمل مباريتين في اخوة السلاح. طبعا دي زي ما قلت الاسبوع اللي فات على المهمة دي كلنا بنحبها قوي بصراحة. المهمة اللي بعد كده اقتل سبع اعداء باستخدام بنادق السيد. اللي هي في الوضع الكلاسيكي. ماشي يا شباب. التقط ام كي اتناشر خلال عشر مباريات في الوضع الكلاسيكي. ام كي اتناشر اللي هو السلاح الجديد اللي موجود في اللي هو اللي عمل زي السنايبر ده اللي بياخد طل اخضر. ماشي? تلتقطوا عشر مباريات في الوضع الكلاسيكي. التقط اا مسدس نصر الصحراء خلال تمام مباريات في الوضع الكلاسيكي. طبعا كلنا عرفنا نصر الصحراء ايه هو بالزبط. وتمم مباريات يعني يعني هتحتمل تريفة التمم مباريات اللي هتلعبهم ان انت هتلاقي نس للصحرة ان شاء الله يعني فوزة المممد دي كلها. اربح مباراة كلاسيكية مرة خلال ارتداء خوزة القوات الخاصة الروسية المستوى تلاتة يعني لازم تكسب مباراة تكون آآ لابس الخوزة خوزة تلاتة وتكسب المباراة بها. ماشي يا شباب? ده كده الاسبوع التاني. ندخل على طول على الاسبوع التالت الجديد. اللي هو يعني ومش فاتح عند الناس كلها طبعا فاتح عند بعض الناس ونس لأ بس برضو هنرفه لكم. وبرضو هشرح لكم الاسبوع اللي جاي لما تبدأ المهمات الجديدة. هشرح لكم تاني مع اسبوع الرابع. بس يلا هنشرحه دلوقتي. آآ استعد الف من الصحة في الوضع الكلاسيكي ودي سهلة جدا. ولو لعبتها مع اصحابك يعني لها خمسة وسبعين اربيه. لو لعبتها مع اصحابك انت هتاخد اكتر من كده كمان لو لعبت مع تلاتة شحنين ممكن تاخد بتاع مية خمسة واربعين يوسي. آآ سوري مية خمسة واربعين اربيه. تمام? آآ اختار مهمة من التلاتة سافر مسافة تبلغة اربعة تلاف متر خلال قيادة سيارة وحشية في الوضع الكلاسيكي. او ادخل البناء القديم خلال خمس اثناء فعالية السر العطيق. طبعا ده الحدث الجديد. كن باحياء اتنين عضوي فريق ميتين في الحمولة. تمام? يعني تلعب حمولة وتروح تاخد الكارت بتاعهم وتروح تتصل بالتليفون ويجو لك بالطيار. ماشي يا شباب. آآ الطاقة بدلة آآ بدلة التخفي في خمس مباريات في الوضع الكلاسيكي. طبعا احنا عرفنا ايه بدلة التخفي خلاص? بدلة التخفي دي اللي هي عبارة عن لبس الدروب. يعني بدلة التخفي دي اللي هي لبس الدروب سواء بقى بتلعب سواء بتلعب آآ فقارة نجيل في سان هوك. المهم ان انت تلبس ده في خمس مباريات في الوضع الكلاسيكي. كل ما تنزل لو لقيت لبس دروب سواء قتلت حد وخدتوا منه او لو لقيت في لبس دروب بدلوا انتوا وصحبكوا كده عشان تخلصوا المهمة دي ايه بسرعة ماشي دمر عشر اطارات مركبة في رضع الكلاسيكي اي كاوتشات وانت شايفها معلم فارتك عشر كاوتشات وخليه مش نافعين تاني ونجيب العربات على الجند عشر كاوتشات ماشي المهمة اللي بعد كده اقتل ستة وتلاتين من الاعداء باستخدام البنادق الهجومية في ارانغل في الوضع الكلاسيكي طبعا البنادق الهجومية دي اللي هي الاي ار اتفقنا دي طبعا ستة وتلاتين ايه ده كل ده رقم لا ده مش كل ده رقم ولا حاجة ستة وتلاتين دي لو لعبها مع تلات آآ تلاتة عندك اصحابك شحنين الستة وتلاتين دول هيتقسموا على اربعة كل واحد فيك وهيعمل كلاية حتى لو انت مقتلتش انت ممكن تخلص ستة وتلاتين لو بتلعب مع اصحابك آآ هتلاقي الجمال بتتحسب لك بتاعتك وبتاعت اصحابك اي حد ده ايت البنادق الهجومية هتتحسب لك انت كمان تمام يعني هتلعب ومعاك تلاتة اصحابك شحنين الشاحن ده لو قتل هتتحسب لك حتى لو انت مقتلتش خالص فانت لو كل واحد فيك وقتل تلاتة اربعة كده في جيم ولا حاجة يعني الجيم كله يعمل لك ستة اشر جل في ستة وتلاتين بالاي ار دي كلنا بنحب نلعب بالاي ار او بالان فور عامة هتخلص على طول ان شاء الله في تلات جيمات ولا حاجة كده ايه اا مهمة اختار مهمة من التلاتة دول اهبط على اي سطح ببرادايز ريزورت سانهوك تلات مرات في الواضع الكلاسيكي طبعا بسيطة جدا اهبط على اي سطح اه بيكادو ميرامار تلات مرات في الواضع كلاسيكي برضو سهلة اهبط اه على اي سطح اه في المطار اه في الوضع الكلاسيكي في ارانجل تمام برضو تلات مرات ماشي يا شباب اقتل خمس اعداء باستخدام مسدس في اي وضع ممكن تنوك اي حد يعني تعمل اي حد نقود فانشو بالمسدس هتحسب لك المهمة دي عادي جدا بيقول لك في اي وضع عايز تنزل حتى في المستودع كمان براحتك يعني مفيش مشكلة المهم ان انت ايه اللي يجي في طريقك كده خلص عليه بالايه بالمسدس سواء اللي عبت في في الساحة سواء اللي عبت في سواء انت بتلعب كلاسيك اه عملت الواحد نك اه افتكر انت عندك مهم ان كتيرة الخمسة بمسدس فانشهم بالمسدس او بوتات بقى فاهمني يلا المهمة اللي بعد كده اقتل خمس اعداء باستخدام الاشوتجن الف اس الف وتبنمية سبعة وتسعين في اي وضع برضو دي تمشي في المستودع عادي جدا او ممكن ان تتسل عليها في ايه في ارانج اللي برضو تفنش بالشوتجن تنوك ويفنش بالشوتجن قم باضافة ستة من الاصدقاء قم باضافة ستة من الاصدقاء طبعا مش محتاجة يعني انت اتضيفة يا ناس يبعتلك اضافة واضفهم. فيه ناس بتعمل ايه? بتمسح صحابها وبالدفها تاني بس الموضوع ده طبعا هيخلص بسرعة بس فيها مشكلة ان التعاون بيرجع بينك وبين صاحبك صفر. بيرجع بينك وبين صاحبك صفر. والتعاون ده يعني فيه ناس بيبقى بينهم وبين صحابهم قلوفات تعاون. فيخب بالك من النقطة دي كويس جدا ان انت التعاون لو انت مسحت صاحبك واضفته تاني هيبقى صفر. ممكن تخش في الشات بتاع القول ده وتكتب ببعتولي اضافة عشان اخلص المهمة تانيس بتبعتلك اضافة وقبالهم عادي جدا. امنح عشرين اعجاب لاعضاء الفريق فانت كده هتلعب آآ تلاتة في خمسة بخمسة واشر تلاتة سبعة وواحد وعشرين تلعب سبع مباريات وتدي لايكات لاصحابك في السبع مباريات دول. اللايكات اللي هي اللي بعد الجيم دي الفرخات اللطيفة اللزيزة المجانية خالص خالص دي. ماشي يا شباب دي كده المهمات بتاعتنا بتاعت الاسبوع التاني والاسبوع التالت. يا ربكم استفدتم بالفيديو ده. يكون آآ اسبوع جميل ولطيف عليكم ان شاء الله. وآآ ويكون سهل وبسيط كده. وآآ اتمنى اللي مش مشترك في القناة يشترك ويفعل زر الجرس. ونشوف اللايك الجميلة بتاعته. والآآ والكومنت الجميل بتاعه. ويا ريت لو اتشاروا الفيديوهات مع اصحابكم يا شباب. القناة دايما محتاجة ادعموكم بإذن الله. اشوفكم على خير دايما في فيديو جديد. ان شاء الله. باي باي.